تستمر معاناة سكان منطقة الكيلو سبعة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار منذ أن لجأت العائلات النازحة إلى هذا المجمع السكني قبل عدة سنوات بعد أن حولت العمليات العسكرية المجمعة إلى خراب ورغم وعود الحكومة بإعادة الإعمار إلا أن منطقة الكيلو سبعة تفتقر إلى كل شيء تقريبا فلا كهرباء ولا خدمات ولا مدرسة قريبة ولا مستشفى كما يعاني سكان المنطقة من الفقر والبطالة وإهمال الجهات الحكومية منطقة السبعة كيلو مهجورة ومنسية أبد بحد يجيها خاصة المجمع الشقاق السكنية الشقاق السكنية عبارة عن إذا مطرة الدنيا الطين والوساخة والنفايات دراسة فاشلة والمدارس والوساخة ويجعل بيها تعليم ماك وذاك التعليم وماك ونظام كهرباء والله صقط الموليد الما عنده يسدونه عندنا ويخلونا وما عندنا تندفع لوجانا الشهر يعني حالتنا تعبانة راتب ماك ورمان رعاية نستلم 140 وين نوديها؟ الموليد المسواق للمريض ما عندنا والله لا أحد يصل إلى هذه المنطقة سوى بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتقديم المساعدات للأهالي بين الحين والآخر وهناها العيشة صفر صفر العيشة يعني إلا أقول لك صفر وجزاهم الله بل فخير المنظمات اللي هي على المساعدات نركض نهار لكل أبو النسوان كل يتأكثرهم أرامل وعوائل تعبانة وعوائل معففة وما أداش يتاكل وما أحد جايري لنا بال إحنا نريد تعويضاتنا الناشط كل خير كل شريف على التعويضات يتحرك معاناة أرباب الأسر من سكان منطقة الكيلو سبعة لا تقل حدة عن معاناة النساء من حيث المعيشة وسوء الخدمات زينا أنا أشتغل عمالي يومية عشرين ألف ورقبت عشر نفرات زينا أنا أجيب كتب يعني له مصاريف له مريض يعني أنا شا صير ووحيد العائلتي فالحكومة المحلية أبد ضد المواطن يعني ألف بالمية واقع منطقة الكيلو سبعة يفند الوعود الحكومية بإعادة إعمار المناطق المدمرة في محافظة الأنبار وتحديدا في الرمادي حيث الحال كما هو عليه دون تغيير منذ سنوات